كشفت دراسة طبية حديثة أن السبب الأكثر شيوعاً للإصابة بالتهاب الجهاز التنفسي عند الأطفال والردع يأتي من خلال نقله خلال فترة الحمل إلى الجنين ووفقاً لدراسة أعدها رئيس مركز طب الأطفال في مستشفى كليفلند كلينيك في ولاية أوهايب الولايات المتحدة بروفيسور جوفاني باديمونتا ونشرت على الإنترنت ودرت الدراسة أن فيروس RSV يمكن نقله عبر المشيمة من الجهاز التنفسي للأم إلى الجنين ويستقر الفيروس في رئتي الجنين عقب الولادة وخلال مراحل النمو وحتى سن البلوغ يتسبب هذا الفيروس بالالتهاب الرئوي ومن ثم يتطور إلى أن يصاب البالغ بمرض الربو وينضم إلينا هنا في الستوديو رئيس مركز طب الأطفال في مستشفى كليفلند كلينيك في ولاية أوهايب الولايات المتحدة بروفيسور جوفاني باديمونتا صباح الخير بروفيسور بداية حدثنا أكثر عن هذه الدراسة هذا البحث مهم جدا لأطباء الأخصائيين في الأطفال لأن هذا الفيروس هو أكثر الفيروسات انتشارا في الأطفال وهو منتشر حول العالم فليس هناك أي بلد لا ينتشر فيه هذا الفيروس عند الأطفال لأنه يصيبهم بهذا المرض وهناك سمة لهذا المرض هو أنه عندما يتطور عند الطفل يأتي بمرحلة مكرى جدا في أول ست أشهر ولكنه لا يتوقف هناك وبالتالي يتطور معه بعد الولادة ويبقى عشر أو عشرين سنة ونحن نحاول أن نفهم ما أهمية هذا الفيروس الذي من المفترض أن يكون أسبوع أو أسبوعين ولكنه يبقى لأعوام وهو لا يزال من أكثر الفيروسات انتشارا أيضا هو مرض الربو وبالتالي كان علينا وهناك تحدي لأن نفهم كيف يصاب الأطفال بهذه الفيروسات وبأي مرحلة مبكرة من عمرهم وبالتالي إحدى الأمور التي اكتشفناها منذ عامين هي أننا وجدنا هذا الفيروس في النخاع الشوكي فهو يدخل في الدم وبعدها إلى النخاع الشوكي ويبقى لعدة أعوام فروفسور جوباني يعني كل هذا نوعا ما مرعب بصراحة ما تتحدث عنه هل من الصعب تشخيص هذا الفيروس؟ الفيروس سهل تشخيصه لأن هناك أساليب ممكن أن نخدها لكي نقوم بهذا التشخيص وقد قمنا بتجارب على الفئران وقد وجدنا بأن هذا الفيروس يذهب إلى أعضاء مختلفة وبالتالي يدخل إلى الدم لهذا السبب بدأنا أبحاث لأنه إذا يدخل هذا الفيروس إلى الدم إذن يسهل دخوله إلى الجنين قبل أن يولد الطفل ولهذا بدأنا هذه الأبحاث لأنه عندما إذا أصيبت الأم بهذا المرض بمرض التهاب الجهاز التنفسي السفلي ممكن أن تنقله لجنينها بسهولة وهذا هو صلب الأبحاث التي قمنا بها لأننا اكتشفنا بأن الجنين يصاب بهذا المرض قبل أن يولد الطفل وإحدى ما يحصل بهذا المرض هو أن الأعصاب حوالي القصب التنفسي تقوم تؤدي إلى التهاب رئوي عند الأطفال وبالتالي يتطور الموضوع إلى التهاب ونرى هنا السعال والصفير عند التنفس وهذا ما يؤدي أيضا إلى تطور الربو هذا النوع مختلف عن نوع الربو الناتج عن الحساسية أم أن هذا الفيروس أيضا ربما يؤدي إلى شيء من الحساسية نعم هو مختلف بعض الشيء نعم لأن هؤلاء الأطفال لم يكن من المفترض أن يصابوا بمرض الربو فهم ليس لديهم أي حساسية وبالتالي هذا الفيروس مختلف نعم بعض الشيء هناك اختلاف لأنه لو كانت لديك حساسية مثلا هذا موضوع ينقله الجينات هو بحكم الوراثة من الأم أو الأب وهناك عوارض خلال الحياة مثلا هناك الصفير عند التنفس وهذه الأصوات التي تتطور في مراحل النمو ولكن في حالة الأزمة التي تأتي بعد هذا الفيروس فهي تنمو أو تنتهي المشكلة بين السن الرابع والعاشر وبالتالي هي مشكلة ممكن حلها على عكس الربو لأنها تبقى معك بحكم أنها مرض وراثي وبالتالي عالنا الانتباه هنا إلى أن هناك تقديرات بأن 40% إلى 60% من الأطفال الذين يتنفسون بصفيرهم لأن لديهم هذا الفيروس وليس لأن لديهم حساسية بروفيسور جوفاني يعني أنت تحدثت وقلت بأن اكتشاف هذا الفيروس أو تشخيصه ليس صعب وبالتالي بعد هذه الدراسة الآن هل ستساعد هذه الدراسة ربما في القضاء أو علاج هذا الفيروس حتى لو انتقل إلى الدم هل يمكن القضاء عليه قبل أن ينتقل ربما من الأم إلى الجنين؟ عندما نتحدث عن هذه الالتهابات أفضل العلاج هي التلقيح لأن هذا ما يغير مسار المرض المشكلة هي أنه لا يمكن تلقيح أو صعب يصعب التلقيح لهذا المرض مرض جهاز التنفسي السفلي وبالتالي بعض الأطفال الذين تم تلقيحهم ضد هذا المرض أصيبوا بهذا المرض وبالتالي صحبت اللقاحات من السوق الأمريكية ضد هذا المرض وبالتالي هذا المرض مرض الـ RSV أو الجهاز التنفسي السفلي يقوم بتغيير الجهاز المناعة مما يصعب علينا إيجاد لقاحاً يشفي من هذا المرض ولا يقوم بصابته بأمراض أخرى وبالتالي نسعى أو نقوم بتجارب أخرى لمحاولة إيجاد لقاحاً لهذا الموضوع لكنه معقد ولكن هناك تقدم لكن لم نصل حتى الآن إلى لقاحاً يقضي على هذا الفيروس لم ننجح حتى الآن طيب باختصار ما هو الآن العلاج المستخدم ضد هذا المرض للأطفال؟ هو دواء وحيد لدينا لأن المرض كما ذكرت الفيروس صعب جداً وأحد الأسباب هي أنه يغير الجهاز المعناعة في الجسم والأطفال المصابون يكونون بمرحلة مبكرة جداً وليس لديهم جهاز مناعة متطور ولكل هذه الأسباب يصبح الأمر معقد جداً لمكافحة هذا المرض وأفضل طريقة الآن أن نقوم بالنظافة العامة وغسيل الأيدي عندما نكون باحتكاك مع أطفال والطريقة الأخرى هي هذا الدواء الذي يمكن له أن يوقف الفيروس ولكنه لا يقضي عليه كله وغسيل الأيدي والنظافة دائماً شيء مهم جداً جداً البروفيسور جوفاني بادامونت الرئيس مركز طب الأطفال في مستشفى كليفلند في ولاية أوهايو للولايات المتحدة شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك شكراً لك شكراً لك